هذه الحركة التي ستقوم بها بشفتيها تدل على رغبة جنسية قوية جدا ركز جيدا تعود الشفة السفلة بالأسنان العلوية وأخفتها سريعا ركز الأسنان العلوية تضغط على الشفة السفلة هذا يدل على أنها تشايك وتحاول لفت انتباهك فيجب أن تعرف أنه في علم الفراسة وهو علم معرفة شخصية من ملامح الوجه يمكننا معرفة شهوة المرأة فقط من شكل الشفة والشفة لدى المرأة هي مرتبطة بشكل مباشر بالأعضاء التناسولية لذلك الموضوع بسيط جدا يعني يمكنك معرفة نوع الشهوة وشكل الشهوة أصلا فركز أول شيء يجب عليك معرفته وهو أن الشفة العلوية هي مرتبطة بشكل أساسي بالمشاعر مرتبطة بالأحاسيس مرتبطة بالحب مرتبطة بالعاطفة مرتبطة بالحاجة للاهتمام يعني مرتبطة بالرغبات بين قوسين الشهوات المعنوية أو الرغبات المعنوية فهمت الفكرة يعني إذا كانت الشفة العلوية سميكة تدل على مشاعر أقوى تدل على رغبة في المشاعر أقوى تدل على رغبة في الاهتمام أقوى تدل على رغبة في الدخول في العلاقات يعني تدل على أنها مقبلة على الدخول في علاقات عاطفية وتريد شخص يحرك مشاعرها فهمت الفكرة أما إذا كانت الشفة السفلية كبيرة فهذا يدل على أن هذه المرأة أو الشفة السفلية هي ككل مرتبطة بالرغبات المادية يعني الشهوات المادية الشهوات المحسوسة مثل الأكل والشرب والشهوة الجنسية فالمرأة التي تكون لديها الشفة السفلية كبيرة تكون لديها رغبة جنسية قوية الشفة العلوية كبيرة رغبات عاطفية قوية يعني إذا شمعت الشفة السفلية كبيرة والشفة العلوية كبيرة فهذا يدل على شهوة جنونية فهمت الفكرة فركز معي جيدا إذا لاحظت معي هنا كذلك أن الفم هو كذلك ممكن أن يكون عارض يعني الفم سواء أن يكون عارض أو يكون ضيق فإذا كان عارض فلديه الصيفات وإذا كان ضيق فلديه الصيفات فتابع معي لأنني سأعطيك معلومات حرفيا ستصدمك في علم الفراس الصيني فالفم العارض يدل على أن هذه الشخصية شخصية عفوية يعني ستحدث من قلبها شخصية ممكن أن نقول لديها القدرة على أن تتعامل مع عدة أشخاص في وقت واحد تتكلم مع عدة أشخاص في وقت واحد شخصية شجاعة لديها غرائز قوية ورغبة قوية ومنفتحة جدا ولديها مهارات اجتماعية كما ذكرنا طبعا هناك مثل صيني يقول الأفوال كبيرة أو فم كبير يأكل في كل مكان في علم الفراس الصيني إذا كانت المرأة بفم عريض ركز جيدا عريض وممتلئ يعني رغبات مادية قوية ورغبات معنوية قوية يدل على أن هذه المرأة لديها القدرة على أن تنهك زوجها في الفراس بمعنى بمعنى أنها تمارس معه عدة مرات حتى تجعله غير قادر على خيانتها أصلا فهمت الفكرة أن تمارس معه ممكن أن نقول عدة مرات في اليوم حتى لا يستطيع الخيانة إطلاقا يجب أن يكون الفم عريض والشفة العلوية كبيرة والشفة السفلية ممتلئة هذه المرأة تكون لديها الشهوة منفجرة حرفيا فهمت الفكرة فهذا هو الموضوع بكل بساطة بالنسبة لطريقة التعامل مع هذه المرأة حتى تنجذب لك ركز جيدا إذا كان فم المرأة عريض عريض ركز معي في العرض هذه المرأة قلنا منفتحة للتعامل معها بكل بساطة هو أنك هي منفتحة وعفوية حاول أن تعرف خصوصياتها كذلك حاول أن تجعلها لا تعرف عنك شيء حتى لو تكلم تكلم في أشياء ليس لا علاقة بك حتى اسمك لا تعرفه عادي جدا فهمت الفكرة وكذلك حاول أن تحافظ على الغموض في البداية هذا قصدي وكذلك يجب أن تكون مستمع جيد لأنه في الغالب إذا كان الفم عريض والشفتين ممتلئة تكون أو يكون لا أحد يتحمل كثرة كلامها أصلا فهمت الفكرة بمجرد أن تستمع لها فهو ناس تنجذب لك لكن بشرط الكلام الذي تقوله والجهه أن يكون ناحية خصوصياتها لا يكون ناحية العمل ناحية المدرأ يعني ناحية الدراسة كل هذه الأشياء إذا تكلمت فيها فهنا سيقل إنجذب جدا وستعتبرك كصديق فقط فهمت الفكرة فهذا هو الموضوع بكل بساطة بالنسبة لشكل تاني فكما قلنا صاحبة الفم العريض يعني حاول أن تجعلها أو أن تعرف خصوصياتها بالنسبة لشكل تاني يعني بسرعة ممكن أن تنجذب لك لكن الشكل تاني وهو عندما يكون الفم ككل صغير عندما يكون الفم صغير فهنا هذه المرأة يعني شخصية متحفظة متحفظة في العلاقات حتى كشاوية تصنف متحفظة ومخلصة لشخص واحد يعني الشخص الذي سيجعلها تحبه ستكون شهوتها موجهة له بشكل كامل وبشكل كبير جدا فهمت الفكرة فهنا يعني بمعنى آخر يتحتاج لوقت كبير يعني مثلا صاحبة الفم العريض تحتاج إلى أسبوع لا هذه المرأة تحتاج إلى شهر أو إلى شهرين فهمت؟ لكن بمجرد أن تعطيها الإحساس بالأمان يعني تحتاج فقط أن تحس معك بالأمان بمجرد أن تحس معك بالأمان يعني تكون شخص كريم معها ولا تنتظر منها شيء ودائما تتواصل معها فهي مباشرة ستعطيك كل شيء يعني تحتاج وقت وبمجرد أن تنجذب أو أن تحس معك بالأمان فهي مباشرة تنجذب وتصبح شهوتها موجهة ناحيتك أما صعبة الفم العريض فهي أسرع بكثير فقط يجب أن تتعامل معها كما قلت لك هنا تنجذب لك جداً ويعني تتركها تتكلم كثيراً أو تكون مستمع جيد لكن في أشياء خارج عن العمل يعني أشياء خاصة بها أشياء فيها مشاعر وعواطف وهكذا فهمت الفكرة فهذا هو الموضوع بكل بساطة أما صاحبة الفم الصغير فتحتاج أن تحس معك بالأمان فهذا هو الموضوع بكل بساطة وهنا ستنجذب لك جداً بالنسبة لموضوع مهم جداً أو احتمال آخر يعني قلنا سواء أن يكون الفم عريض أو أن يكون الفم صغير هناك يعني بصفة عامة عندما تكون شفاك ككل ممتلئة أو عندما تكون نحيفة بالنسبة للمرأة التي تكون شفاك لديها ممتلئة قلنا تكون لديها رغبات قوية تكون شخصية أصلاً تحب الاستمتاع بنفسها فإذا لاحظت هنا يعني تأخذ كوب قاوة معها فهي هناك نوع من الاستمتاع يعني استمتاع بوقتها وكذا فصفات هذه المرأة التي تكون لديها شفتين ككل كبيرة هذه المرأة يعني شخصية لديها رغبات قوية رغبات كمشاعر وكأشياء مادية أشياء يعني رغبات جنسية وهكذا وتحب خلق المفاجآت يعني تختبر رجل كذلك هذه المرأة تحب مساعدة الآخرين وهذا مفتاحها ركز جيداً هي تحب المساعدة فإذا أردت أن تجعلها تنجذب لك يعني سير بسيط جداً يعني هذا السير خده مني ركز أطلب منها مساعدة يعني يقول لها مثلاً أعطيني أشرب القليل من هذا الكوب مثلاً لكن أطلب شيء يعني منطقي فاهمت الفكرة فهذا هو الموضوع بكل بساطة أطلب منها شيء فبمجرد أن تطلب منها شيء وتفعل لك خدمة فإياه هنا مباشرة تنجذب يعني أنت بنفسك يعني بمجرد أن تعمل لشخص خدمة يعني تصبح تراقبه وكذا وكذا يعني يصبح بينكم مو كأن نقول يعني تخدم الشخص تنجذب إليه بشكل طبيعي جداً فهذه المرأة هنا شخصية تحب المساعدة فإياه ستساعدك فهمت الفكرة وهي أصلاً قلنا لديها رغبات قوية رغبة في العاطفة قوية جداً ورغبة جنسية قوية جداً يعني الشاوة لديها كبيرة جداً فهذا هو الموضوع بكل بساطة فهناك شكل آخر وانتشرت فيه خرافات يعني حرفياً عندما يكون نحيف طبعاً هذه المرأة التي سأوريك حالياً يعني فهمها ليس نحيف لكن عندما تبتسمي يظهر نحيف فقط لنشرح عليه يعني عندما تكون الشفة العلوية نحيفة والسفلة نحيفة فهذه المرأة يعني أقصد ليست كبيرة فهذه المرأة مثل هذا الشكل مثلاً مع أنها ليست كذلك أنا فقط أفترض مثلاً هنا نحيفة وهنا نحيفة يعني لو أغلقت فما ستظهر شفتين ممتلئة فركز معي جيداً عندما تكون الشفتين نحيفة يعني سمعت خرافة أن هذه المرأة أو الناس تعتقد أن هذه المرأة ليست لديها شهوة إطلاقاً أركز معي جيداً حتى أوضحها لك الموضوع المرأة التي تكون لديها الشفتين نحيفة هي كذلك لديها شهوة عادي جداً لكن شهوتها ممكن أن تكون يعني لديها نوع من الكبت في الشهوة فهمت الفكرة؟ يعني لا أكثر كبت فقط وهي الشخصية تحب العزلة تحب أن تستمتع لوحدها يعني من وجهة نظرها هي تبحث عن الرجل بنفس اهتماماتها يعني هل هذا معنى أنني أذهب وأظهر لها أنني نفس اهتماماتها لا إطلاقاً ركز جيداً يجب أن تقول يعني هذه المرأة يعني حتى لو سألت أصلاً ستقول لك أريد الرجل بنفس اهتماماتي كده 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 لو صدقت كلامه وطبقته ستقع في فخ كبير جداً بل بالعكس يجب أن تظهر لها أن شخصيتك مختلفة عن شخصيتها تماماً من ناحية الاتمامات يعني حالياً أتكلم من ناحية الاتمامات لكن كشهوة يجب أن تراك أكثر برود منها فهي شهوتها في هذه الحالة ستنفجر كذلك قد سمعت بعض الرجال الذين لا يستحقون إطلاقاً أن يتزوجوا من أي مرأة جميلة يقولون أن البرأة ليس لديها شهوة أو شهوتها ضعيفة حرفياً هذه الفكرة لوحدها ستجعلك فاشل مع النساء لأنك تعتقد أن لديك رغبة قوية وهي ليست لديها رغبة أصلاً فهنا ستعتقد أن كل ما تريده منك هو المال وهذه خرافة كبيرة جداً فهذا هو الموضوع بكل بساطة كذلك هناك عدة احتمالات مثلاً عندما تكون شفة أكبر من شفة يعني مثلاً الشفتين تكون كبيرة لكن مثلاً العليا أكبر أو شفة السفلة أكبر فهناك اختلافات يعني اختلافات في الشهوة وكذلك اختلافات كشخصية عندما تجد أن الشفة العليا أكبر من الشفة السفلة فهذه الشخصية أول شيء لديها رغبة في تكوين علاقات عاطفية لديها يعني شهوة كبيرة مشاعرياً فهمت الفكرة إن ترغب في الاهتمام فكيف يعني ما هي صفاتها صفات هذه المرأة أول شيء هو أن شكل هذه الشفة أصلاً منتشر بشكل كبير لدى النساء فهي التي تبحث عن الاهتمام ليس الرجل المرأة بشكل أساسي تبحث عن الاهتمام يعني تبحث عن الاهتمام والمشاعر وتحب لفة الانتباه هذه المرأة التي تكون لديها الشفة العلوية كبيرة وتحب يعني هي كذلك كثيرة الكلام طبعاً إذا كان الفم صغير وممتلئ فهي تحب الكلام مع ذلك الشخص الذي ارتاحت له إذا كان عارض مع أي شخص وتحب جدب انتباه الآخرين بالنسبة لطريقة التعامل مع هذه المرأة طبعاً قلنا أغلب النساء هكذا فهذه الطريقة التعامل مع أي مرأة لديها الشفة العلوية أكبر ركز هذه المرأة أول شيء تعامل معها وأعطيها اهتمام في البداية وهي ستعطيك اهتمام كذلك هذه المرأة التحديداً التي تكون لديها الشفة العلوية أكبر تهتم بالآخرين أكثر من اهتمامها بنفسها وهنا يجب أن يكون اهتمامك بها أقل يعني أقل من اهتمامها بك يعني مثلاً هي مؤتمة بك 60% أنت هتم 30% المهم أن تعطيها اهتمام ويكون قليل ودائم لكن ركز جيداً أحياناً تزيل اهتمام مثلاً عندما تقلل الاحترام أو عندما تعمل أشياء أنت لا تحبها أصلاً وأحياناً تضاعف هذا الاهتمام يعني هذا فقط لتتلاعب بالمشاعر لتحرك المشاعر يا هذا ما تريده أصلاً تريد شخص يتلاعب بمشاعرها لا تريد شخص يحبها بشكل كامل أو يكون بارد بشكل كامل هي تنفر من طرفين ركز جيداً يعني هي هنا ستعشقك بجنون إذا أتقنت هذه التقنية ركز جيداً يعني مثلاً أنت قلت أنا أحب المرأة التي يكون لون شعرها بنفسجي فهي اليوم التالي عملت شعر بنفسجي فهنا يجب أن تظهر له اهتمام مضاعف أو يعني هي مثلاً قلت لها كان شعره بنفسجي قلت لها أعجبني شعرك بنفسجي فهي اليوم التالي سبغت شعره بالأسود فيجب أن تظهر نفور تم فهمت؟ فهذا هو الموضوع بكل بساطة أو تحديداً يعني تقلل إنجي داب لا تظهر نفور إذا أدرت نفور فهذا كدلك شخص شيء سلبي أقصد أن تظهر لا يعني أن تظهر لا يعني لا تظهر إعجابك تجاه هذا الشعر أظهر العكس سماماً أما إذا فعلت ما تريده فأظهر يعني إعجابك بما فعلتها فهذا هو الموضوع بكل بساطة وهنا يعني أنت ستكسب هذه المرأة أو يعني تحديداً ستصبح هي مجدبة لك بشكل جنوني يعني شعوةً وقلباً وكل شيء ومشاعرًا وكل شيء فركز جيداً في احتمال آخر وهو أن تكون الشفة السفلة ركز جيداً الشفة السفلة أكبر من الشفة العليا عندما تكون شفة السفلة أكبر من الشفة العليا هذه المرأة قلنا شفة السفلة مرتبطة بالشهوات المادية هذه المرأة لديها شهوة كبيرة جداً وتحب أن تكون مدللة يعني مثلاً تشرب قهوة وتفعل ك steak كل هذه الأشياء لا علاقة بالدلال تحب أن تكون مدللة تستمتع تحب أن تكون مدللة وتستمتع بوقتها وفي الفرصة الصينية هذه المرأة ممكن أن تقبل أن تتزوج زوج متعدل العلاقات لأنها هدفها وإشباع رغفتها أكثر من مشاعرها وشخصية تحب المغامرات وتحب الصفر وتحب الاستمتاع بملدات الحياة وتحب أن تكون مدللة كما ذكرنا بالنسبة لطريقة التعامل معها هذه المرأة تريد رجل مغامر وستنجدب له بشكل جنوني فقط يجب أن تكون شخصية مغامرة فهذا هو الموضوع بكل بساطة كذلك هناك احتمالات أخرى وهو أن تكون هي ليست احتمالات عندما أصلا تكون شفة ركز جيدا في هذه النقطة التي سأريك حاليا عندما تكون شفة ركز عندما تكون شفة هنا كبيرة جدا ومقلوبة شفة السفلة مقلوبة تدل على أن هذه المرأة ليست لديها القدرة على التحكم في شهوتها المادية يعني ممكن أن تبيع مبادئها بسبب الشهوة الكبيرة بمعنى هنا بيع المبادئ ليس بالمعنى الذي نذكر يعني بيع المبادئ مثلا أن تمارس علاقة مع شخص معين هذا نوع من بيع المبادئ مع أنه في الغرب ممكن أن يكون شيء عادي جدا لكن هذا بيع المبادئ يعني الشهوة كبيرة لدرجة أنه صعب التحكم فيها لديها صعوبة في التحكم في شهوتها كذلك إذا كانت يعني الشفة العليا كذلك ركز جيدا نقول لنا الشفة السفلة مقلوبة صعوبة في التحكم في شهوتها إذا كانت يعني الشفة العليا كذلك ممكن أن نقول إذا لاحظت هنا مثلا الشفة العليا طبعا مرفوع عادة يدل على التفاؤل لكن الشفة العليا إذا كانت مرفوعة هذه الشخصية لديها صعوبة في التحكم في مشاعرها وتحديدا إذا كانت مقلوبة يعني كبيرة ومقلوبة هذه المرأة لديها صعوبة في التحكم في مشاعرها فهمت الفرق؟ فهذا هو الموضوع بكل بساطة يعني الشفة السفلة مقلوبة صعوبة في التحكم في شهوتها العليا مقلوبة صعوبة في التحكم في مشاعرها أو في شهوتها العاطفية يعني لديها رغبة قوية جدا في الاهتمام ولديها صعوبة في التحكم في رغبتها في الاهتمام أصلا وركز سأعطيك حاليا الفيصل عندما تجد الفيصل كيف تعرف أن لديها صعوبة في التحكم في شهوتها عندما تجد الفم صعب الإغلاق يعني كأنه لا يريد أن يغلق وأصلا عندما تقلب الشفة السفلة يصبح الفم كأنه صعب الإغلاق وعندما تقلب الشفة العلية يصبح الفم صعب الإغلاق المرأة التي تكون لديها يكون لديها الفم صعب الإغلاق هذه المرأة في الفراسة الصينية يعني لديها صعوبة كبيرة جدا يعني الشفتين مقلوبة والفم صعب الإغلاق لديها صعوبة كبيرة جدا في التحكم في شهوتها فهذا هو الموضوع بكل بساطة كذلك هنا إذا لاحظت أن أصلا الشفتين كلها كبيرة ركز جيدا الشفتين كبيرة يعني هنا رغبة جنسية قوية رغبة مشاعرية قوية والفم صعب الإغلاق صعوبة كبيرة جدا في التحكم في هذه الشهوة فأهمت الفكرة لكن الفم إلى حد ما يصنف صغير يتصنف متحفظة مع شخص واحد كل هذا الانفجار في الشهوة مع شخص واحد شهوتها تجاه هو منفجرة حرفيا شهوة جنونية مع شخص واحد فهذا هو الموضوع فهي هنا توجد مع شخص معين فهذا هو الموضوع بكل بساطة فلذلك هنا يجب أن نكون ندقق في الأوجه التي نرى فهذا هو الموضوع بكل بساطة حتى لا نخطئ في الحكم فهذا هو الموضوع بكل بساطة نراكم في الفيديو القادم من سلسلة الزواج بعلم الفراسة تزوج أي إمارة فوق الأرض سواء كانت فقيرة أو غنية قصيرة أو طويلة جميلة أو عادية بشرط أن تكون غير متزوجة وبكل سهولة